أبو محمد من عجمان بارك الله فيه يقول أني يقول بنيت مسجد في أحد الدول العربية والحمد لله يقول تقريبا من خمس سنوات يصلون فيه الجمعة والجماعة يقول نقص عليه بعض الأشياء مثل بعض الأبواب وبعض البلاط يقول جاء شخص وقال أنا بكمل هذا الشيء واشترط على أن يكتب لوحة باسمه يقول أن يكون بناء هذا المسجد باسمي ويقول شاوروني في هذا يقول لهم أنا اعترط قلت لا أنا بكمل أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك والصلاة جل وعلا أن يجعل هذا المسجد خالص لوجه الكريم أخي الفاضل ما دام عندك قدرة سارع بإكمال ما تبقى من الأمور الضرورية والحاجية للمسجد من جهة الأبواب ومن جهة البلاط وكذا ولا تترك المجال لأحد أن يشارك في مثل هذا الأجر أنت الحمد لله عملت عمل طيب الآن مسجد قائم وكذا بقي عندك أشياء ناقصة بسيطة جدا كملها وأما هذا الأخ هذا حقيقة تصرف يعني غير جيد كيف يأتي الآن يضع باب بابين ويعمل بلاط يقول لها أنا أكتب لوحة المسجد باسمي هذا ما يدل على أن المسألة دنيوية وليست دينية شرعية أخروية لأنه من الواضح أن هذا الإنسان يريد أن يسطع على هذا المسجد وأن يقول هذا المسجد أنا الذي بنيته بأي حق يقول مثل هذا الكلام ولذلك خالف هذا لا تسمح لأحد أنه يفسد عليك العمل ويفسد عليك المشروع من الآن نبههم اتصل فيهم وقول الآن جايتكم الأبواب وجايتكم البلاط ولا تسمح لأحد أنه يأتي ويعتدي على هذا المسجد لا يصرح بعدين يا أخواني يا أخواتي المساجد هذه لله قال تعالى وأن المساجد لله أي عبادة لا بد فيها من الإخلاص يعني أغلب الناس الآن شغلها الشاغل أنه يكتب لوحة باسمه شغلها الشاغل أنا ما أقول حرام ولا أقول ممنوع ما في بأس لكن يكون قصدك ونيتك أنك تشهر أمام الناس تقول والله أنا اللي بنيت المسجد أين الإخلاص أين مراقبة الله أين إخفاء العمل الإنسان يعني فرصة تأتيه عمل صالح أنه يدخل فيه والنية لله عز وجل هل تعتقد بأنك إذا ما كتبت لوحة الله عز وجل ما يدري عنك تعالى الله تعالى الله لا الله عز وجل يعلم خفايا الضمائر خلاجات الصدور فما في داعي أن الإنسان يفسد عمله بمثل هذه اللوحات وكذا فإذا كان قصد الإنسان من اللوحة حتى يقول للناس ما شاء الله إفلام بن مسجد هذا ما لا في الآخرة من خلاق ولا نصيب ولا حظ وأما إذا كان لا قصده ولا التعريف ما في بأس أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف المساجد مسجد بني عوف ومسجد بني عمر ما في بأس لكن أن يكون قصد الإنسان والله أنا كذا على الأساس مثل هذا الأخ الله يهديه هذا لازم يتوجه له نصيحة ولازم يصل لهذا الكلام حتى يراجع نفسه كيف الآن يجيب بابين ثلاثة ويكتب المسجد باسمه يقول هذا مسجد فلان يتق الله ويراجع نفسه الصدقة هذه لما يضعها يضعها في مكانه الصحيح ومبتغي فيها وجه الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر